اليوم إن شاء الله بنتعلم كيفية عمل تصميم أورغانيك عن طريق برنامج 3D Max خليكم معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله فيكم في فيديو جديد طبعا مثل ما حكنا لكم في بداية الفيديو بنتعلم كيفية عمل مثل تصميم مثل هيك زغارف إسلامية أو مثل يعني نوع من تصميم الأورغانيك على برنامج 3D Max طبعا إحنا مش رح نعتمد على برنامج 3D Max فقط بدنا نعتمد على أكثر من برنامج يعني على برنامجين رح نعتمد فوتوشوب وأيضا البرنامج 3D Max طبعا من الغرب نطول عليكم خلينا ننتقل للشرح خلينا أول إشي نقوم بمسح هذا الشكل اللي عنا ونقوم ونفوت على طبعا قبل ما نبدأ إحنا أي إشي رح نفوت على جوجل ونكتب تصميم فواصل أورغانيك 2D رح تطلع لكم طبعا عدة فواصل يعني العديد من الفواصل رح تطلع لكم أنا طبعا اخترت هاي يمكنكم تعملو لها Save أوكي وأيضا بتقوموا بإدخالها داخل برنامج الفوتوشوب الآن هون السر السر يكمن في برنامج الفوتوشوب رح نقوم بعمل Selection على الأماكن اللي إحنا بحاجة لإلها ونقوم بنقلها إلى الماكس طيب الآن أنا رح أروح على Selection وأضغط على الشكل الموجود عندي أتأكد أني ضغطت بطريقة صحيحة أوكي بروح على Window من Window بختار Path الآن من عند Path في عندنا هون تلت خطوط أضغط عليهم وبختار Make Work Path بحيث أنه يقوم بتعبئة الفراغات الموجودة عندي لأنها هي عبارة عن صورة أنا بدي أقوم بتعبئة هذه الفراغات ك Path أو كنوع من Vector خلينا نحكي ال Vector اللي هي عبارة عن الخطوط اللي بتم عملها على برنامج Illustrator فبالتالي رح يتم تعبئة الفراغات أو اللون الأسود أو Selection اللي أنا قمت بتحديده رح يقوم بتعبئته بالكامل فبالتالي رح نقوم بعمل OK لاحظوا تم تعبئته بالكامل طيب الآن أنا بدي أنقله ك Illustrator أنا بدي أنقله يعني كملف أقدر أدخله على برنامج Illustrator طبعا إحنا ما رح نستعمل برنامج Illustrator ولكن أنا فقط بدي أنقله كملف كبرنامج Illustrator فبالتالي أنا بروح على File نعمل Export نختار Path to Illustrator نعمل OK منسمي هاي إشي فرضا T أو F مثلا نعمل Save الآن بنتقل إلى برنامج 3D Max بروح بقوم بعمل Import محل ما قمنا باختيار الشكل الـ F أوكي نعمل Open نعمل OK نعمل OK لاحظوا تم إدخال الشكل بالكامل فبالتالي قمنا بإدخال الشكل ولكن إحنا لو إجينا نعمل Extrude نجرب نعمل Extrude لاحظوا صار عندنا الشكل يعني فوضوي لوعا ما أو فيه إشي غلط متحس فبالتالي إحنا رح شوي نوقف Extrude وقوم بعمل Right Click Convert to Editable SP Line السبب اللي أنا خلاني أحوله لـ SP Line هو إنه كل الخطوط متفرقة تقريبا عن بعض أنا بدي أدمج الخطوط كلها مع بعض حيث إنه الشكل يكون كله كشكل واحد ما يكونوا متفرقين عن بعض فبالتالي بروح بضغط على الخط بعدين نختار SP Line ننزل على Attach Multiple بضغط على أول واحدة وبنزل من Shift آخر واحدة ومنعمل Attach الآن تم دمج جميع الخطوط مع بعض الآن صارت عندي جميعها عبارة عن قطعة واحدة فالآن لو رجعنا ونعمل Extrude رح تلاحظوا إنه تم عمل الشكل بكل بساطة بس طبعا أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تعملونا لايك وشير تسكر هذا الخناة نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر